السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعدنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضلي عبد الله علي السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله الشيخ عندي ثلاثة ديال أسئلة أو أربعة إذا كان ممكن عفق ممكن تفضلي عبد الله سؤال أول الكافر إذا أسلم ماذا يجيب عليه إن شاء الله وش الغسل وواجب عليه ولا مستحب طيب الثاني ما معنى إنشاد الضلة في المسجد ما معنى؟ إنشاد الضلة في المسجد رجل مساكر الضال نعم رجل وجد سوارت في المسجد وقال من هو صاحب هذه السوارت بعض الأشخاص فأعابوا عليه قالوا هذا لا يجوز حرم ما هو الشيء المفقود؟ ما هو؟ سوارت سوار سوارت ديال السيارة مفاتيح يعني؟ مفاتيح نعم 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 السؤال الثالث ما هو الإمام العادي نعم الإمام العادي من هو؟ من هو؟ إن شاء الله السؤال الرابع السؤال الرابع لم يحضرني الآن طيب يا عبد الله أهلا وسهلا حياكم الله أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شيخ الفاضل عندي أربع أسئلة لو سمح تفضل أختي السؤال الأول بحلقة أمس أعتقد سمعت حضرتك تقول أن في سجود السهو لازم نأتي بالركن ثم سجود السهو ممكن تعطينا مثال يعني أنا صراح ما فهمت الطريقة شلون ممكن تعطينا مثال أب شريم محمد الله يسمحك السؤال الثاني هل يجود أن أعطي أختي زكاة الفطر هي تسكن مع زوجها وعندهم بيتهم ملكهم لكن من كم سنة زوجها خسر شغله وحاليا يشتغل بسيارته لكن شغل يعني بسيط جدا يعني يعدو بيكفيهم يعني حتى مرات ماذا يحتاجون يروحون الطبيب يعني ما يكون عجب ممكانية فهل يجود أعطي أختي الفطرة أو أعطي زوجها شعال سؤال الثالث لما نسمع المؤذن نقول معه الله أكبر أشهد الله لله وأشهد على محمد رسول الله لكن لما يقول حي على الصلاة حي على السلاح شنو نقول يعني إحنا اللي تعلمنا نقول لا حوله ولا قوة إلا بالله فهل هذا صحيح إن شاء الله السؤال الأخير في عندي شخص يعني مسلم من صلة أهل الرحم يعني المقربين جدا نعم دورتها مسيحية مسيحية من نوع تحترم الإسلام جدا يعني وتحترم الرمضان وكل محتقداتنا الحمد لله فعزموني على الفطور في هذا رمضان مرتين صليت عندهم في المرة الأولى في غرفة من الغرف وكان يعني فيها بعض الصور لمعتقداتهم بما هم يعتقدون الصورة لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والصليم وبعدين لما طلعت يعني صليت وخلص حسيت أن أنا يعني كان مفروض ما أصلي بهذا المكان فالمهم يعني رديت البيت فهل يعني أرجع أصلي مرة ثانية نفس الصلاة اللي أنا صليتها هناك عندهم ولا لا وفي العزومة الثانية صليت في الصالة هي من نوع اللي ما تحط أي شيء يعني في الصالة محاطة ولا شيء من معتقداتهم فصليت في الصالة لكن عندهم عندهم كلب يعني يدخلون البيت هم بس من أنا أروح عندهم لا يطلعون بره بالحوش وينظفون الصالة يعني وتعتين بنظافة الصالة والمكان بس صليت على السجاد يعني على الأرض على البلاث لا ما حاطيت هم يعني الفرش بالأرض فكما حطيت السجاد وصليت طيب طيب صلاة المغرب فهل لما أرجع البيت يعني أعيد الصلاة وعضح وعضح أبشر مرحبا طيب طيب بالأمس عندي الأخ حلمي من السعودية طبعا حلمي في سؤاله الثاني بارك الله فيه يسأل يقول في سورة مريم يقول يعني في قول الله تعالى واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب يقول ذكر ذكر مريم وذكر إبراهيم أيضا ذكر إدريس ويقول يعني لماذا هؤلاء الثلاثة حلمي بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا أخ الفاضل بالنسبة للقرآن اجتمل على قسم كبير من القصص وأكثر هذه القصص عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء في واقع الأمر إنما هي جاءت لبيان أن دعوة الأنبياء واحدة وأنهم كلهم من مشكات ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا وهو يدعو إلى توحيد الله وعبادة الله ويدعو طبعا إلى الأخلاق والآداب والقيم التي اشترك فيها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك لما نتأمل كتاب الله عز وجل نجد الأنبياء كلهم أتوا بهذه الدعوة ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا وهكذا ولذلك تجد مفتاح دعوة الأنبياء يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله الأمر الثاني بارك الله فيك القصص هذه من فوائدها أنها نزلت لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وغالبا ما تأتي القصص الأنبياء التي فيها مواجهات عنيفة ومعارضات قوية وفيها أذية تأتي في ظرف زماني مناسب للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام فيها شبه كبير من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك تأتي هذه القصص في مناسبات فيها تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتسلية لفؤاده وأيضا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هذه القصة العظيمة اللي سماها الله قال أحسن القصص نحن نقص و عليك أحسن القصص هذه أتت بعد عام الحزن لما توفي أبو طالب توفيت خديجة سمى الناس ذاك العام بعام الحزن أطلقوا عليه طبعا المؤرخين أطلقوا على هذا العام عام الحزن قبل بيعة العقبة نزلت سورة يوسف عليه السلام و فيها تثبيت و تفريج للنبي عليه الصلاة و السلام مما كان يواجه و يعاني المسألة الأخرى أحيانا تأتي القصص مجموعة مثلا في مكان واحد و أحيانا مفرق و لذلك ليس هنا قصة لنبي مكتملة في سورة كاملة إلا قصة يوسف عليه الصلاة و السلام فإبراهيم و موسى و عيسى و بقية الأنبياء موزعة على القرآن حسب الحوادث و السياقات المناسبة و كذلك أخي الفاضل الله عز وجل لما يقول لنبي عليه الصلاة و السلام و اذكر في الكتاب يعني تذكر حال إخوانك السابقين الذين واجهوا مثل ما وجهت و لا شك بأن هذا فيه تسلي و تقوية لقلب النبي عليه الصلاة و السلام طبعا سورة مريم اجتملت على مجموعة على ذكر مجموعة من الأنبياء زكريا مثلا السورة افتتحت بذكر زكريا ثم يحيى ثم مريم طبعا مريم ليست بنبيه لكن أمه نبي ثم عيسى عليه الصلاة و السلام ثم بعد ذلك إبراهيم و اذكر في الكتاب إبراهيم ثم موسى و هارون و كذلك إسماعيل و إدريس في آخر الآيات ماذا قال الله عز وجل قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و ممن حملنا معنوه و من ذرية إبراهيم و إسرائيل إسرائيل هو يعقوب و ممن هدينا و اشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجده و بكيه فالله عز وجل ذكر مجموعة و لم يذكر جميع الأنبياء و لما يأتي قول و اذكر لا شك بأن موسى لا شك بأن إبراهيم عليه السلام دعوته كانت قوية و لذلك سماه الله أمة قال إن إبراهيم كان أمة و فصول حياة إبراهيم أيضا شبيه بفصول حياة ابنه محمد صلى الله عليه و سلم كذلك موسى عليه الصلاة و سلام فصول دعوته و حياته و تنقلاته لا تختلف كثيرا عن حياة النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك إسماعيل إسماعيل واجه مواجهة عظيمة و إدريس كذلك و إدريس قيل بأنه هو أول الأنبياء يقولون بأن إدريس قبل نوح عليه السلام يقولون بأن إدريس قبل نوح عليه السلام و الذي يظهر بأن نوح هو أول الأنبياء و إدريس جاء بعده إدريس عليه السلام قصته لم تكن مستفيضة في القرآن عليه الصلاة و السلام و إنما جاءت جاء اسمه مختصرا في مواضع من القرآن و المقصود أخي الفاضل لما يقول الله عز وجل للنبي و اذكر في الكتاب و إن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة و السلام كذلك الأمة مخاطبة بهذا لأن هذا لا يخص النبي عليه الصلاة و السلام تحديدا و إن كان هو المراد به ابتداء لأنه من الفوائد تثبيت قلب النبي و انشراح صدره و تسلية فؤاده و أيضا جعله يمضي في هذا الطريق هذا هو المعنى باختصار بارك الله فيك عبد الله من فرنسا يسأل يقول بالنسبة للشخص الكافر إذا أسلم ماذا يجب عليها هل يغتسل عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للشخص غير المسلم إذا أسلم أول شيء لا بد من أن يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله لأن هذه مفتاح الإسلام و مفتاح الجنة و لذلك يلقن هذه الشهادة و يعلم معناها و معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله لا معبود حق إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه و تعالى و أشهد أن محمد رسول الله الشهادة له بأن الله بعثه إلى الثقلين و أنه خاتم النبي و أنه لا نبي بعده و أنه لا نبي بعده بعد ذلك يؤمر بالغسل فيقال له اغتسل لأن النبي عليه الصلاة و السلام أمر أحد الصحابة الذي أسرم قال ألقي عنك شعر الكفر و اختتن هذا حديث و في حديث آخر أنه أمره بأن يغتسل و قيل بأن الرجل هو الذي ذهب فاغتسل من حديث عاصم قال هو الذي ذهب فاغتسل و لم يأمره النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك مسألة الغسل غسل الكافر إذا أسرم مسألة خلافية من أهل العلم من يرى وجوب الغسل عليه و من أهل العلم من لا يرى وجوب الغسل عليه عموما يقال له اغتسل اغتسل لأن الكافر حال كفره لا مثلا يتجنب ما يتجنبه المسلم مثلا أو قد يكون عليه حدث أكبر أو شيء من هذا القبيل و إن كان الله عز وجل قال قل للذين كفروا إينتوا يغفر لهم ما قد سلف فلكن طيب أن يقال له الاغتسال و الاغتسال طيب النبي عليه الصلاة و السلام كان يحب استعمال الماء و يقول عن الماء بأنه طيب و طهور و المعنى بارك الله فيك أنه يقال له اغتسل بالنسبة لقضية الاختتان أنه يختتل لا يعني تجعلون هي القضية لكن هو مع الوقت سيقرأ و يتعلم و يفهم فيذهب برجليه لكن لو سألكم قولوا له نعم قولوا له نعم لكن تجبرونه لا ما تجبرونه بارك الله فيكم هذا الذي يعني بالنسبة للكافر إذا أسلم الأمور سهلة و ميسرة و لله الحمد ليس عندنا يعني أمور معقدة مثلا لازم يذهب عند شيخ أو إمام مسجد أو لازم يفعل شيء معين أبدا بينه و بين الله سبحانه و تعالى و بعدين تبدأون بتعليمه أمور الإسلام أحكام الإسلام تعلمون الوضوء و الاغتسال و الصلاة لأن الصلاة ما تصح إلا بطهارة ما تصح إلا بطهارة إذا أسلم في رمضان أفترض اليوم أسلم يؤمر بالصيام فيقال له أمسك أمسك بقية اليوم ولا يقضي في الراجح من أقوال أهل العلم يعني لو أسلم الظهر يقال أمسك بقية اليوم وهذا لا يؤثر عليه ولا يقضي هذا اليوم لأنه قبل الإسلام لم يكن مكلفا و ما مضى أيضا لا يقضيه لأنه كان في حال كفره ما يقضيه و تعلمونه هذه الأحكام الشرعية بارك الله فيك يا عبد الله عبد الله من فرنسي يسأل يقول ما معنى إمساك الضالة في المسجد يقول شخص أضاع مفاتيح و قام شخص و قال لمن هذه فأنكروا عليه عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لي المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى و لذلك الله تعالى أضافها إليه إضافة التشريف قال سبحانه و أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتجنيب المساجد كلما من شأنه أن يضعف هيبة المسجد و قيمة المسجد و أن لا يشبه بالأسواق من رفع الأصوات و الهوشات و النداء مثلا على الأشياء و لذلك المسجد إنما وضع للصلاة و لقراءة القرآن و لعبادة الله سبحانه وتعالى و المسألة الأخرى النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد ما معنى الضالة الشيء المفقود الشيء المفقود فنهى عن إنشاد الضالة في المسجد و قد صح عنه من أكثر من وجه و لما سمع رجلا يقول في المسجد من صاحب الجمل الأحمر قال لا رده الله عليك و قال عليه الصلاة و السلام إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك و لذلك المساجد أخي عبد الله ما بنيت لهذا ما بنيت لهذا طيب الآن السؤال من وجد شيئا في المسجد ماذا يفعل يتركه يتركه في مكانه و سيأتي صاحبه الذي فقد مفتاح السيارة و مفتاح البيت سيرجع و يجد المفاتيح في مكانه و حمل هذه المفاتيح من المسجد هذا تضيع لها في المقام الأول مثل ضالة الحاج و لذلك العلماء قالوا بأن الضوال في مكة تترك يعني ضالة الحاج لماذا قال لأن صاحبه سيعود إليه سيعود و يبحث عنها و لذلك تترك يا أخي الفاضل فإن حملها شخص لا ينادي عليه و إنما يسلمها لإمام المسجد و إمام المسجد يضعها في صندوق الأمانات إذا كان يوجد صندوق أمانات أو مثلا يضعها في لوحة خارج المسجد مثلا إذا كانت خارج المسجد يعني لا بأس مثلا و يسلم لصاحبه أو يحتفظ بها إمام المسجد أما ينادى في المسجد نعم من أنكر معه الحق لأن المساجد ما بنيت لهذا بارك الله فيك عبد الله من فرنسا يسأل يقول من هو الإمام العادل عبد الله بارك الله فيك أولا الله عز وجل أمر بالعدل عموما و لذلك قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذو القربة و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون و بالنسبة لهذه الجملة هذه جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه و سلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله و ذكر أول ما ذكر الإمام العادل قال العلماء الإمام العادل المقصود فيه الحاكم السلطان هذا المعنى الحاكم أو السلطان و بعض العلماء وسع مفهوم الإمام و جعله كل من له ولاية قالوا حتى إمام المسجد يعتبر إماما و يعني يدخل تحت هذا الحديث و الذي يظهر و الله تعالى أعلم أن المقصود فيه الإمام الأكبر الأعظم الذي يطلق عليه الفقه يقولون الإمام الأعظم الإمام العادل فهذا أول السبع الذين يدخلون الجنة أو هؤلاء من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله و قول العادل مفهوم لا يحتاج إلى شرح و المعنى أن يقيم العدل مع نفسه و مع رعيته و لذلك يقول الله جل وعلا يا داود لأن داود كان ملك النبي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل بالقصد يعني بالعدل فداود خليفة و نبي أمره الله عز وجل بأن يحكم بالقصد و بالعدل و لذلك داود و سليمان و رث سليمان داود و رث النبوة و أيضا و رث الملك و رث الملك و لذلك أخي الفاضل لفظة العدل ظاهرة يعني لا تحتاج إلى تفسير و العدل قال العلمة هو وضع الشيء في مكانه الصحيح وضع الشيء في مكانه الصحيح بارك الله فيك أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول أنا استمعت إلى حلقة الأمس مسألة سجود السهو تقول أنت ذكرت بأن الركن لابد من الإتيام به و بعدين سجود السهو تقول أنا ما فهمت يعني ممكن تذكر صورة نعم يا محمد بارك الله فيك بالنسبة للصلاة تقوم على أركان و على واجبات و هناك سنن طبعا و مستحبات الأركان هذه ما يمكن أبدا أن تصح الصلاة إلا بالركن ما يمكن أن تصح الصلاة إلا بالركن فإذا نسيه لا بد من أن يأتي به و إذا طال الفصل يعني الفترة الزمنية يعيد الصلاة من جديد خلاص بطلت صلاته مثال مثلا أنت في الركع الأولى أو الأخيرة مثلا نسيت الركوع أنت قرأت الفاتحة و سورة ثم سجدت مباشرة نسيت الركوع الركوع ركم من أركان الصلاة طيب الآن تذكرتي مثلا إذا تذكرتيه و أنت في التشهد لا بد أن تقوم وتأتي به تأتين به ثم تكملين صلاتك و بعدين تسجدين للسهو لأن كل ما بعد الركوع هذا ليس هذا محله ليس هذا محله فتقومين تأتين بالركوع و تكملين صلاتك و بعدين تسجدين للسهو أفترض مثلا نسيانك للركوع كان في الركع الأولى و ما تذكرت إلا في الركع الرابع أقول لك الثانية قامت مقام الأولى و الثالثة قامت مقام الثانية و الثالثة قامت مقام و الرابعة قامت مقام الثالثة إذا بقي عليك ركعة كاملة لماذا؟ لأن الركوع كان في الركع الأولى و قد انقضت الركع الأولى فتأتي بركعة رابعة كاملة إذا أنت تذكرت الركوع في آخر الصلاة في آخر الصلاة كذلك مثلا أنت صليت المغرب ركعتين وتشهدت وسلمتي تذكرت بأنك ما جبت الركعة الثالثة تقومين وتأتين بالركعة الثالثة وتسجدين لي السهو هذا مثال أيضا مثال آخر في مثال ركعة الأخيرة تشهدت وتذكرت متيقنة أو غلبة على ظنك بأنك ما سجدت إلا سجدة واحدة والسجود ركن من أركان الصلاة ترجعين تسجدين وأنت في مكانك جبين السجدة وتكملين صلاتك وبعدين تسجدين لي السهو الواجب مثل يعني مثال عندنا التشهد الأول وهذه مسألة خلافية هذا القول الراجح بأن التشهد الأول واجب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي سهو لما نسيه إذا نسيت التشهد الأول وقمت وتلبست بالركعة الثالث الآن ما يجوز لك أن ترجعين لماذا؟ لأن هذا ركن ما دام تلبست بالركعة الثالثة وبدأت بالفاتحة ما ترجعين إلى التشهد الأول طيب كيف أعالج هذا الخطأ أو النسيان بالسجدتي السهو لاحظت الفرق بين الواجب والركن سجدتي السهو تجبر هذا النقص وكذلك بقية الواجبات يعني مثلا في الركوع أنت قلت في ركعة من الركعات بدل ما تقلين سبحان ربي العظيم قلتي سبحان ربي العلا مثلا وتذكرتي في آخر الصلاة تجبرين بسجدتي سهو بارك الله فيك أم أحمد من دبي تسأل تقول هل يمكن أنني أعطي أختي زكاة الفطر تقول زوجها يعني خسر عمله وشغله يعني يشتغل على سيارة بسيطة تقول هل يمكن أنني أعطي زكاة الفطر لها أو لزوجها أختي الفاضلة أم أحمد ما دام أن الزوج فقير أو مسكين أو غارم مثلا وهو ينفق على أسرتي أعطي لي زوج أختك أفضل لأنه سينفق هذه الزكاة سينفقها على أختك وعلى الأسرة فيكون بهذا قد عطيتي من يتولى الإنفاق على الأسرة وأختي الفاضلة يعني بالنسبة لأختك إذا كانت فقيرة أو محتاجة لا تنسينها من زكاة المال وزكاة الفطر مثلا والصدقة يعني ما نريد نحن أن يقف الإنسان على فقط الواجبات ينتظر حتى نهاية الحول وحتى يجي رمضان عشان زكاة الفطر يعني بالنسبة لهذا الجانب هذا جانب عظيم الله عز وجل وصى بالرحم ولذلك قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظم صلة الرحم حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يؤكد على قضية جعل الزكاة والصدقة والتبرع مثلا في الأقربين في الأقربين فأنت اخت الفاضلة ما دام أختك وزوجك يمرون بظرف مادي يعني صعب جدا لا تنتظرون المواسم حتى تنفقون عليهم وتتصدقون عليهم لا التفتوا إليهم و احرصوا على الوقوف معهم و خذي ببالك بأن ما في شيء تنفقينه إلا هو لك لعلك المال هذا الطعام يفنى واللباس يبلأ لكن الصدقة هي التي تبقى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم أحمد تسأل تقول يعني لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تقول ماذا نقول أخت الفاضلة مثل ما ذكرتي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يعني نردد خلف المؤذن قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني إذا قال الله أكبر نقول مثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثل ما يقول و هكذا إلا في الحيعلتين الحيعلتين حي على الصلاة حي على الصلاة و حي على الفلاح حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا علمنا النبي عليه الصلاة و السلام لماذا لأن هذه هاتين الجملتين اختلفت عن نظم الأذان جمل يعني نظم الأذان فهي فيها الدعوة حي على الصلاة فيحتاج الإنسان إلى أن يستعين بالله و أن يفوض أمره إلى الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاة فناسب الدعاء هذه الجملة بارك الله فيك طبعا بالنسبة لأدان الفجر الصلاة خير من النوم محل خلاف عند أهل العلم ماذا يقول فمن أهل العلم قال يقول مثل ما يقول لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول و لم يذكر هذه ضمن جملة حي على الصلاة القول الثاني قالوا يسكت و لا يقول شيء لأنه ما ثبت شيء القول الثالث قالوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذه الجملة هي متفقة مع نظم الحي على التين حي على الصلاة خير من النوم أيضا فيها طلب الاستعانة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله و الأمر في هذا واسع و لله الحمد و المنه فضل يا خليل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا شيخ معني ثلاثة سألة فقط تفضل خليل الشيخ أول سؤال بالنسبة للي يختم القرآن في شهر رمضان كريم أنا معي والتي الحمد لله رب العالمي تختم القرآن ولكن هناك تختم عن رواح الموتة وتختم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتختم يعني عن كذا شخص نعم فهل هذا يصير أو تصير بس فقط ختمة وحدة للقميع إن شاء الله والسؤال الثاني يا شيخ أيضا والده هناك أحيانا تقري بيعني نعمل تعمل رقية شرعية في ماء هذا الماء أحيانا لتسهيل الولاد للتشافي من الأمراض يعني للأفوال الصغار فهي واقعة في الشكل هل هذا يعني يكون محرم أو محلل وبالقرآن الكريم بالقرآن ها أي بالقرآن الكريم يعني آيات من القرآن الكريم بدون النفق بس فقط يمكن النفق في الماء بس فقط طيب في الماء السؤال الثالث يا شيخ الصيام ستة صبر بعد ستة صبر لما تصوم وتصوم أحيانا أربعة أيام مثلا تقول هذا يوم عن الأولاد هذا يوم عن كذا هذا يوم عن كذا هذا يوم عن كذا نعم هذا سيناك أسأل بارك الله فيك الشيخ الله يا خليل أبشر أحسنت يا شيخ بارك الله فيك مرحب طبق لي يا نورة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أنا ما عندي سؤال شيخ بس بغيت نصيحتك يا شيخ أنا عاني من الوسواس دايما في الصلاة وفي الوضوء ساعات أخذ وقت لين ساعتين أتم أصلي صلاة وحدة بس أعيدها وأعيدها وأعيدها وإذا أصلي أشك في طهرتي وكل شوي أدخل وأتمسح أتشاك إذا في شيء ولا لا وأعيد مرة ثانية الوضوء وأصلي مرة ثانية كل يوم على هالحال وتقريبا كل الصلوات فإذا ممكن تنصحني يا شيخ شكرا الله يا نورا شكرا مرحبا مرحبا أم محمد أم محمد من الشارقة أم محمد تفضلي تفضلي أم محمد دام فضلك يا ربي الله يحب لك هي عندنا رجال فيها في السكر وفيها أم محمد يا أم محمد يا أم محمد أخذ التلوزيون الله يرضى عليك وكلميني من الهاتف لا تكلميني من التلوزيون هلو وتفضلي أم محمد دائما يقول لك عندنا شائد مريض وفيه السكر ولوه مغيب حاسي يصر يقول لك لكن ما يقدر يصوم وغاية عظام شيء يجب يجب أن يقولكم عن صوت هو بوعية طبعا يا أم محمد وعية الحمد لله بسبب لنا عظام إن شاء الله يا أم محمد والثاني يخليك بعد السؤال الثاني بعد واحد عندنا ما عند الحياد مرحبا لا ترد وإن شائر وإن يا أي وإن ناهر ولا يأرس حتى أيانا ما أرسل ولا يصوم ولا يصلي الشيء يريدنا عليه يعني عقله مو معه لا 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 عقله هم من إن شاء الله عقله عنده ولا شيء إلا ما يبنى نحن وإن الله لمكان ما أرد ولا أرد وإن أظهر ما أرد طيب إن شاء الله يا أم محمد أنا أقدر أن أفعين الله يخليك له يا أخوة أبو وإن سلم إن شاء الله مرحبا 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 طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله حياكم الله من جديد ومحمد من الشارقة بارك الله فيها في سؤالي الأخير تقول يعني هناك شخص مسلم قريب لها من صلاة رحمها تقول زوجتها غير مسلمة لكن تحترم الإسلام وفي رمضان يعزمونها على الفطور تقول صليت عندهم في غرفة وفيها صور يعني من معتقداتهم وبعدين تقول أنا شعرت بأني غير مرتاحة هل عيد الصلاة أم لا وكذلك عندهم كلب في البيت لكن إذا جينا يخرجون الكلب وينظفون البيت كذا وأنا صليت في الصلاة أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي الصلاة وقعت صحيحة وإن كان الأفضل لك ما صليتي في هذه الغرفة هذا الأفضل ما صليتي حتى تعودين إلى البيت مثلا إذا كان بقي وقت للصلاة مثلا أما تقول لا وقت الصلاة بيخرج إذا ما صليت إن شاء الله صلاتك صحيحة لأن يعني هذا ليس باختيارك أنت صليتي لله عز وجل وبالنسبة للكلب لا شك بأنه نجس وما دام أن البيت قد نظف وأخرج الكلب فصلاتك صحيحة ولله الحمد يعني العلمة أجمع على أن الصلمة لا تصح إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثياب طاهرة أنت صليتي على أرض طاهرة حتى لو كان الكلب موجود داخل البيت مثلا في غرفة أو في الحوش وكذا ما لا علاقة بالصلاة صلين ولله الحمد والمن حتى لو لم يخرجوه لكن طبعا تكلم على قضية الصلاة أنا ما تكلم الآن على قضية حكم اقتناء الكلب لكن عموما الصلاة صحيح إن شاء الله وما في حاجة أنك تعيدين الصلاة مستقبلا تنظرين فإذا كان هناك وقت مثلا للصلاة في البيت إذا رجعت يكون أفضل إذا لم يكن تختارين مكان ليس فيه مثل هذه الصوار خليل من عمان بارك الله فيه يقول عندي الوالدة تختم القرآن ويقول تختم عن أرواح الموتى وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن فلان وفلان وكذا ذكر يعني قال بأن تختم عن أشخاص كثر خليل بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة و تقبل الله عملها و غفر الله لها و سأل الله تعالى أن يرزقها حسن العبادة و أن يبارك لها في نيتها و ذريتها أخي الفاضل بالنسبة للإنسان الأصل أن يقرأ القرآن لنفسه ما يقرأ القرآن لغيره و بعدين النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة أحد أن يقرأ عليه القرآن أو يتصدق عنه و لذلك ما فعل هذا الصحابة الكرام رضي الله عنه ما ثبت عن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصدقت عن أبيها بعد وفاته أو أنها قالت أختم القرآن عن روح أبي صلى الله عليه و سلم و كذلك أبو بكر الصديق الذي أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة ولا أمهات المؤمنين ما فعلوا هذا فبالنسبة للوالدة بارك الله فيها يمكن فهم غلاط يمكن يعني استحسنت هذا الأمر فتترك هذا ما تقول الله هذا على روح النبي عليه الصلاة والسلام حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا الآن طاعته و اتباعه و كثرة الصلاة عليه نطيعه فيما أمر و نصدقه فيما أخبر و نجتنب ما عنه نهى و زجر و أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه و سلم و نكثر الصلاة عليه الصلاة والسلام اللهم صلي و سلم على نبينا محمد هذا و حق النبي عليه الصلاة والسلام و كذلك الإنسان يحرص على أن يعني يعبد الله عز و جل و العبادة له و لذلك الله عز و جل كلفنا و جعلنا يعني مكلفين بهذه العبادات و الطاعات سواء الفرائض أو النوافل و قراءة القرآن من النوافل و قضية اهداء الثواب لأموات يعني الإنسان يختم و يهب ثواب كل ختمة لأموات هذا تضيع لعمل الإنسان كيف الإنسان الآن كل عمل للآخرين معقول كل عمل يروح للآخرين لذلك الله عز و قال و أن ليس للإنسان إلا ما سعى و أن ليس للإنسان إلا ما سعى الميت هذا خلاصا قطع عمله إلا من ثلاث صدق جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له و قد جعل الله عز و جل و هذا من فضل الله أن الحي ممكن أنه يقدم ثواب عبادة من العبادات المشروعة مثل الصدق الصدقة مثلا أو سواء كانت دائما مثل الوقف أو منقطعة و كذلك الدعاء و الاستغفار الدعاء و الاستغفار أما قراءة القرآن و إهداء أهل الأموات صحيح مسألة خلافية فيها يعني لأهل العلم أقوال من أهل العلم من ذهب إلى ممكن الإنسان يقرأ القرآن و يهدي ثواب للأموات و هذا عليه يعني جمع من أهل العلم القول الثاني قالوا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة و السلام أرشد إلى إهداء ثواب القراءة للأموات مع توفر يعني الحالات في عهد النبي عليه الصلاة و السلام و قيام المقتضي ما يعني أرشد إلى هذا ما أرشد إلى هذا حتى لو كانت المسألة خلافية ما أحد من أهل العلم يا خليل و الله يحفظ الوالدة ما أحد من أهل العلم قال كلما ختمت إهدي ثواب الختمة للأموات ما أحد من أهل العلم قال هذا و لا يهدى للأحياء أصلا و لا يهدى للأحياء لكن أنا أعطي الوالدة نصيحة بارك الله فيها إذا ختمت القرآن و انتهت من ختمة القرآن ترفع إيديها و تدعو الله عز وجل لها و لأمواتها هذا أفضل شيء لأن العلماء يستحبون مثل الأعمال هذه الصالحة أنس بن مالك كان يجمع أولاده بعد ختم القرآن و بعض الصحابة كذلك أنها ترفع إيديها و تقول اللهم جعل القرآن ربيع قلبي و نور صدري و جلاء همي و ذهاب حزني اللهم و هكذا تدعو اللهم اغفر لي والدي اللهم اغفر لي أخوي مذلا أو أختي مذلا و تدعو للأحياء اللهم يا رب احفظ أولادي اللهم يا رب احفظ أرحامي مذلا و هذا هو المشروع بارك الله فيك و في الوالدة خليل من عمان يقول الوالدة تقرأ يعني في الماء رقية شرعية و تعطي مثلا مسألة تسهيل الولادة أو شيء من هذا القبيل خليل بارك الله فيك بالنسبة للرقية الشرعية بالقرآن أو بالأوراد النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالأدعية التي لا تشتمل على محذورات مثلا ما في بأس ولله الحمد والمنى و قد فعل هذا السلف الصالح رضي الله عنهم و و إن كان ورد في بعض الأحاديث و هي محل كلام عند أهل العلم لكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقولون بمشروعية القراءة في الماء يقرأ الإنسان في الماء و يشرب مثلا منه أو يعني يعطي أحد مثلا طفل مريض أو لا مثلا امرأة مثلا متعسرة مثلا في الولادة ما في حرج هذه رقية شرعية أهم شيء أن الإنسان يعتقد بأنه مجرد سبب و لا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى فهذه مجرد سبب من الأسباب ما في بأس ما في بأس لكن على أن لا يعتقد الناس و الله عند أم خليل مثلا هذه و يعني يعتقدون فيها مثلا اعتقاد معين لا و إنما رقية أنت يا خليل بارك الله فيك رضي الله عنك لو قرأت و عطيت مثلا أحد أولادك مثلا إذا كان مريض مثلا أو شيء من هذا القبيل فأخبر الوالدة ما فيها شيء ولله الحمد و هذا من باب النفع نبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع ينفع أخاه فلينفعه و في لفظ فليفعل و الله تعالى يقول وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان تقرأ سورة الفاتح المعوذات مثلا ما في بأس ولله الحمد و المنه خليل من عمان يقول الوالدة تصوم ستة من شوال و بعد صيام ستة من شوال تصوم أربعة أيام لكن تقول اليوم الأول عن الولد الفلاني و اليوم هذا عن ولد الفلاني خليل بارك الله فيك و رضي الله عنك أخبر الوالدة بأن هذا ما يصح ما يجوز الإنسان يصوم صيام يقول هذا لفلان من الأحياء مثلا أو هذا لابني أو هذا لبنتي لا ما يصرح بارك الله فيك الصيام للإنسان يصوم الإنسان لنفسه إذا كان هناك قريب لكم قد مات و ترك صيام تساهلا ما صام أو عليه كفار مثلا نعم يصوم الحي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات و عليه الصيام صام عنه وليه و هذا الحديث و إن كان بعض العلماء قصره على النذر من مات و عليه الصيام نذر لكن الذي يظهر بأن هذا عام في كل صوم واجب ترك شيء من رمضان مثلا كفار مثلا أو نذر يصوم عنه الحي أما الإنسان العايش يقول أصوم بعد ستة من شوال أربعة أيام يوم عن فلان يوم عن فلان يوم عن فلان لا هذا ما يصلح بارك الله فيك و أخبر الوالدة تحرص على عملها و لا توزأ أعمالها بمثل هذه الطريقة و الله يحفظها يا رب و يبارك فيها و إن شاء الله أنه على خير و الحمد لله اللي يعني بصرها و جعلها تسأل عن المشروع و عن الممنوع في مسألة العبادات و الطاعات و هذا واجب على كل مسلم بعض الناس يعني نشأ في بيئة مثلا معينة تلقى فيها بعض الأشياء التي هي مبنية على جهل أو مبنية على تقليد لا يستند إلى دليل فهي تنور الحمد لله و يسأل يسأل أهل العلم و هذه نعمة من نعم الله و وجودها البرامج و وجودها يعني التواصل هذا هذه نعمة بصر كثير من الناس و لله الحمد و المنه نورة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني تعاني وساوس في الصلاة و الوضوء ممكن تبقى ساعتين ما بين وضوء و صلاة و إعادة و شيء من هذا ألقى بيه يا نورة بارك الله فيك يعني أظن قريب يمكن الأسبوع الماضي أو الذي قبل يعني وجهت نصيحة لإحدى الأخوات اتصلت علينا و كثير ما نوجه لو تراجعين يعني ما ذكرت من هذا لأن المسألة واحد يعني أنت لا تختلفين عن بقية الموسوسين حينما نوجه لهم النصيحة لكن أنا ما يمنع أني أعطيك نصيحة باختصار حفاظا على الوقت أخت الفاضلة أنت بعظمة لسانك قلت وسوس أليس كذلك الجواب لا أنت قلت وسوس إذن كيف الإنسان يرضى بالمرض كيف الإنسان يرضى بالوسوس أنت تقولين أعاني من الوسوس إذن الوسوس مرض و يجب على الإنسان أنه أنه لا يرضى بهذا المرض و يحاول قدر المستطاع أنه يبحث عن العلاج طيب العلاج وين العلاج هو ليس دواء يشرب ولا شيء مثلا يتعاطاه الإنسان الدواء في كتاب الله و في سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و لذلك اخت الفاضل الله عز وجل أنزل سورتين عظيمتين قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس في قوة في قل أعوذ برب الناس قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس و لذلك اخت الفاضل هذا وسواس ما يجوز لك أن تبقي فيه و ترضي به وتسترسلين معه وتطمئنين إليه يجب عليك أن تعصي الوسواس لأن الله تعالى أمرنا بعدم طاعة الوسواس الخناس وبالاستعاذ بالله تعالى منه فيجب أن تعصي هذا الوسواس فإذا قال لك الآن الشيطان وقد خرجت من الوضوء توضأتي وضوء كامل قال لك لا أنت ما وضوءك ناقص قل اخسع عدو الله وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وادخلي في الصلاة مباشرة إذا صليت صلاة كاملة وجاءك الشيطان قال لا أنت ما صليت صلاة كاملة قل اخسع عدو الله وتركي ولا تعيدين الصلاة هذا هو معصية الوسواس معصية الشيطان كذلك لو جاءك في الصلاة وحاول يلبس عليك صلاتك مثل ما شك بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يلبس عليه في صلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم هو في الصلاة ويدفل عن يساره ثلاث مرات يدفل عن يساره ثلاث مرات تحقير للشيطان لأن الشيطان أحقر من أنه يؤثر على عبادة المؤمن لذلك الله يحفظك يا نورة أنت تحتاجين إلى عزيمة وإرادة وقوة أنت إن شاء الله من أهلها وبعدين شوفي والدتك شوفي أخواتك شوفي صديقاتك شوفي الناس كلها الآن أنت لاحظت الآن في الحرم المكي النساء اللي يصلون يطلعون ويرجعون بهذا الطريقة يعني يتوضعون يقعدون ساعتين رايحين جايين ما شفت الآن في التراويح يصلون الحريم ولله الحمد في المسأل ما في أمرأة رايحة جائية تعيد وضوءها ليش؟ لأنه على يقين ولله الحمد وأخسأت الشيطان ودحرت الشيطان بهذا اليقين ولذلك أنت تحتاجين يا أختي الفاضلة إلى أنك تعصي هذا الوسواس وتعاندينه وهذا أنا أعتقد بأنه سهل عليك ويترى مسألة سهلة هو الآن يشوش عليك ويلبس عليك ويقولك أنت ما توضيتي أنت توضيتي هو الذي هو أنت تفرحين الشيطان لما ترجعين وتعيدين الوضوء أنت تفرحين الشيطان لما تتركين الصلاة وتعيدينها من جديد هو مبسوط عليك يلعب فيك مثل ما يلعب الصبي بالكرة مرة في الوضوء مرة في الغسل مرة في الصلاة وبعدين بعدين اكسري هذا الحاجز هذا الحاجز الذي بناه الشيطان اكسريه وعصيه من اليوم توضيه واخرجه مباشرة ولا تنتظرين ساعتين في دورة المياه أو عند الوضوء الوضوء سهل الله يسره مرة واحدة المضمضة والاستنشاق تغسلين وجهك مرة واحدة وتغسلين إديك مرة واحدة فقط تمسحين رأسك مرة واحدة وتغسلين قدميك مرة واحدة يمكن بعض الناس يقول ليش قيلت لها مرة واحدة هي ثلاثة لا علشان تعاند الشيطان الغسلة الواحدة هي الواجبة الثانية سنة والثالثة سنة يعني الشخص الآن لو اكتفى بغسرة واحدة في الوضوء عمّا فيها عضو الوضوء خلاص كفاء ما في حاجة أن يكرر مرة ثانية وثالثة ما في حاجة وأنا دائما أنصح هؤلاء اللي يعنون وسوسة حتى يعاندون الشيطان يتوضى مرة واحدة مرة واحدة وإن كان بعض العلماء قال يستوعب الغسلات الثلاثة حتى لا هؤلاء ما يطردون الوسوس الوسوس يستمر معهم وكلما زادوا في العدد زادوا أيضا بعد ذلك لذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأنك تكتفين بمرة واحدة وتعصين الشيطان ومن اليوم وثقي بربك وثقي الحمد لله بما تقومين فيه على أنه الصحيح ولله الحمد والمن وأكثر من الدعاء لله عز وجل أن الله تعالى يبعد عنك شر الشيطان وشرك الشيطان وتوهين الشيطان وارقي نفسك اروقي طيبة في وحدة من الصالحات الطيبات في البرنامج طبعا اتصلت بي واتصلت بي تحت الهوى وبشرتني قالت واستخدمت الرقية ووجدت العافية بعد الرقية الشرعية تقرأين على نفسك الفاتحة وآية الكرسي مثلا والمعوذات وأحد يقرأ عليك وبإذن الله تجدين العافية بفضل يا توفيق السلام عليكم شيخ عزيز السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك عليها البرنامج ورحمة الله وميزان حسناك يا رب شيخ عزيز عندي سؤالين سؤال الأول بحالة أني توضيت في 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 مرات مرة من المرات زيلي حشية تيك مية خشت فيه يبطل الصياب طيب سؤال الثاني هو أنت وكنت تتكلم عليه الوسواس هذا الوساوس هذا الجيني في الصلاة هل احنا نتحاسب عليها يعني ولا لما هي مرات تغلب مرات نعود نغلب فيها حتى نيز زي الأمط الله لكن هل احنا محاسبين حاسبنا ويحداها ولا ضرب يعفينا منها لأنه جي غصبا علىنا كجيني أفكار عود بداي من الشيطة الرجيم من رب شاء الله يا توفير تسمع الجواب الله يرحم والديك والديك ويأمين وياك فضل أبو راشد السلام عليكم شيف عليكم السلام وحتى الله يطول عمرك يعطيك الصحة وعفين وعمرك طويل على الطاعة عندي سؤال واحد طال عمرك فضل بس بغير صلاة الجمعة من يوم تخرج من البيت لين ترجع شو تسوي فيها غير الرقعتين السنن يعني شو رحي السنن أبشر يعني شو السنن هل السنن اللي دائما صليه في الظور والعصر وهذا السنن رواتب يعني هل ينطبق يوم الجمعة ولا ما ولا عليك شو يعني قم سنة ها في الرأي الصحيح شكرا الله لذاك أبشر يا براشد أطول عمرك يعطيك الصح مرحبا مرحبا تفضلي مريم مريم إذا سمحت السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله أنا عندي ثلاثة أسئلة سؤال الأول أنا آنسة ما زوجت ما عندي أبقال وأبغى أعرف إذا أنا أكتب وصلي أو بأوصلي ما هي الطريقة الصحيحة أو الشرعية للوصية وهل يحق لأهب أحد أنا اللي أعرف أن الواحد يعني وصف حدود ثلث من ما يملق بس ما 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 يعرف هذه هذه الجسرية وهل حق لي أوقف أو يحق لي أهب أحد الوالدين الوالدين عايشين لا طيب متوقفين طيب السؤال الثاني عندي أخوة وأخوات وابعا من الحمدلله بس في بعض منهم طبعا من المال يعني يحتاجون مساعدة عندهم يوم عندهم طغوف وانشاء فهل لو أنا أخرجت الزكاة وأعطيتهم إياها صحيحة أو لا زكاة المال أتكلم عن زكاة المال نعم السؤال الثالث إذا سمحت إذا أنا مثلا أخلي ورا الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أنا بالعادة أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أن هي صحيحة أو أكتفي فقط بإني أقول لا إله ربنا ولك الحمد شعال يا مريم والله يعطيك العافية وشيء خير ويحب الموجب أمين زك الله خير بارك الله فيك طيب أرجع إلى أمم محمد من الشارقة تقول أمم محمد عندنا شايب مريض وفيه سكر وكذا وما يقدر يصوم أمم محمد بارك الله فيك وعافى الله هذا الشايب وكتب الله أجره هذا ينتقل إلى الكفارة اللي عاجز عن الصيام بسبب مرض مزمن بسبب كبر في السن هذا ينتقل بارك الله فيك إلى الإطعام لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين فأنتم تطعمون عنه كل يوم مسكين من ماله من مالها إلا أن يتبرع أحد أولاده يقول أنا بتبرع طيب لكن الأصل من ماله ويكون الإطعام يوميا بعد يعني في الليل مثلا كل ليلة أو مثلا بعد كل أسبوع يطعم عما سبق أو كل عشر أيام يطعم عما سبق والعشر أيام الثاني عما سبق والعشر أيام الأخيرة عما سبق أو يجعلها بعد رمضان يكون غدا يجمع الفقر والمساكين عدد ثلاثين ويطعمهم يكون هذا كفار ولله الحمد والمن أم محمد تقول شخص ما عنده قدرة على الصيام لأنه أصلا عقله مم معه مثلا وما يعرف تقول حتى عياله وش عليه ما عليه شيء يا أم محمد أي إنسان فاقد لعقله ما عليه عبادة لا صيام ولا صلاة ولا وضوء ولا غسل ولا شيء من هذه العبادات لماذا؟ لأن مناط التكليف غير موجود اللي هو العقل العقل مناط التكليف غير موجود فما عليه شيء ولله الحمد لا تطعمون عنه ولا يعني أحد يصوم عنه خلاص لأنه الآن أصبح غير مكلف توفيق من ليبي يقول استنشقت وشعرت يعني خشيت أن الماء دخل جو فيه ماذا علي؟ يا توفيق بارك الله فيك بالنسبة لشكك بأن الماء دخل هذا مطروح وملغى لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك أما إذا تيقنت تقول لا لا دخل فتعيد القضاء تقضي هذا اليوم بارك الله فيك تقضي هذا اليوم أما تقول لا أنا متردد ما أدري شعرت وكذا وأنت عندك شوي وسواس تترك هذا الشيء وتكمل صومك ولا شيء عليك ولله الحمد والمن توفيق يقول يأتيني أحيانا وساوس في الصلاة يقول حاول مجاهدة نفسي ودفعها هلو حاسب عليها؟ يا توفيق بارك الله فيك الشيطان يأتي الإنسان في جميع أحواله حتى في الصلاة ولذلك إذا أقام المؤذن هرب الشيطان ثم إذا بدأت الصلاة دخل دخل الشيطان يوسوس ويلبس ويحاول أن يشغل الإنسان عن الصلاة ويصرفه عن الخشوع ولذلك الإنسان عليه إذا كثرت عليه تلبيسات الشيطان أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن يدفل عن يساره ثلاث مرات كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤاخذة لا ما تؤاخذ لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ على هذه الخواطر والواردات اللي تطوف بقلب الإنسان وبنفس الإنسان ما يؤاخذك الله عز وجل عليه ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل فحديث النفس هذا الخاطر والطارئ والوارد اللي يحصل للإنسان في الصلاة وخارج الصلاة وليس هم من أمراض القلوب لا أمراض القلوب يؤاخذ عليها الإنسان يؤاخذ على الرياء يؤاخذ على الحقد يؤاخذ على الكراهية يؤاخذ على الحسد هذه أمراض قلوب يؤاخذ عليها أنا أقصد الوساوس اللي ذكرت كأن الإنسان هو يصلي يأتيه تأتي صور مثلا معينة الشيطان يوسوس له في أشياء معينة هذه ما يؤاخذ عليه الإنسان متى يؤاخذ عليها إذا اطمأن لها استرسل معها واستجاب لوساوس الشيطان نعم يؤاخذ عليه أما إذا دفعها واستعاذ بالله تعالى من شر الشيطان وتفل عن يساره فإنه لا يؤاخذ عليها ولله الحمد والمن أبو راشد من الشارق يقول أنا أسأل عن سنن الصلاة مثلا يوم الجمعة يقول هل هي مثل الظهر أم لا أخي أبو راشد بارك الله فيك بالنسبة ليوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي ويوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاغتسال يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب والإنسان لو راح إلى الجمعة ماشي فهو أفضل في كل خطوة يخطوها صيام وقيام سنة كاملة من الأجر وكذلك لا يفرق بين اثنين وإذا جاء المسجد يوم الجمعة يصلي تحية المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين و لقوله لسليك الغطفاني صليت ركعتين قال الله قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما أبو راشد قبل الصلاة الجمعة ما في سنة راتبة مثل الظهر في سنة مطلقة ما معنى ذلك معنى أنك بغيت تصلي مئة ركعة مئتين ركعة بكيفك لكن لا تعتقد أنه سنة راتبة لأنه جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وأيضا في السنن قال عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء يعني هذا يسمون النفل المطلق أنت صليت تحية المسجد حبيت تصلي صلي حبيت تقرأ قرآن اقرأ قرآن حبيت تذكر الله اذكر الله حبيت تجمع هذه الأشياء تصلي مثلا وتقرأ قرآن وتذكر الله الأمر واسع بعد الجمعة يا أبو راشد عندنا إذا كان الإنسان يصلي في المسجد يصلي أربع ركعات إذا كان يصلي في المسجد يصلي أربع ركعات ركعتين وبعدين ركعتين إذا كان يصلي في البيت هذه مسألة خلافية من أهل العلم يقول يصلي ركعتين فقط يكفيه ركعتين لأن في البيت يعني مثل المسجد يشوفونها الناس وكذا فيها الإخلاص يعني أقوى في البيت وبعض العلماء قالوا لا يصلي أربع حتى في البيت لو رجع يصلي أربع وما دامك أبو راشد الحمد لله محب للخير وناو الخير وراغب في الصلاح صلي أربع بل بعض العلماء قال يصلي ستة بعد الجمعة قال يصلي ستة ركعات بعد الجمعة ويعني ذكروا في هذا أحاديث ولذلك أخي الفاضل لو صليت ستة لا حرج عليك ولو صليت أربع سواء في المسجد أو في البيت لا حرج عليك هذا فيما يتعلق بالسنن الرواتب مريم من السعودية تقول أنا عزبة ما عندي أطفال وما تزوجت تقول يعني أريد أن أكتب وصية وتقول هل لي يعني أوقف مثلا وما هو الوصية هل هي في حدود الثلث أم لا أختي مريم بارك الله فيك بالنسبة لمن عنده خير ومال طيب أنه يوصي بشيء بعد الوفاة والوصية تكون بحدود الثلث كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير وتوصيهم فيها لغير وارث لأنه لا وصية لوارث الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لك مدام عندك خير ولله الحمد أوقفي والوقف لا بد يكون في الحياة وليس بعد الوفاة أي وقف بعد الوفاة وصية أي وقف بعد الوفاة بعد الوفاة عفوا أي وقف بعد الوفاة يكون وصية في حدود الثلث فأنت ما شاء الله عندك خير أوقفي أختي الفاضلة في حياتك ويكون الوقف منجز بناء مسجد مثلا بناء دور أيتام مثلا بناء بناية و جعلها وقف مثلا على حفظة القرآن أو طلبة العلم أو على مرضى السرطان عاف الله الجميع أو مرضى الكلا أو مرضى الكبد مثلا يعني هذه الطريقة وقف مثلا الأجهزة الطبية الأسرة والأطراف الصناعية مثلا هذا من أعظم الوقف خاصة في هذا الوقت اللي جعلت كثير من هؤلاء الذين يعانون أسوياء ولله الحمد يمارسون حياتهم بشكل طبيعي فأنت أنا أنصحك يا أختي الفاضلة تعملين وقف مدام عندك خير ولله الحمد والمن على قدر اللي تستطيعين اللي بعد الوفاة خليه في حدود الثلث في حدود الثلث ولا تحرمين إخوانك وأخواتك من بقية المال إن شاء الله بعد عمر طويل لأن الله جل وعلي يقول آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب ولكم نفعا فقد يتأثر أخ أو أخت بهذا المال الذي وصله من طريق التركة وربما يحسن إليك بعد الوفاة ما لم يحسن إليك في الحياة فهذا لا تتركينه بارك الله فيك أختي مريم بارك الله فيك بقي لك سؤالين وقت البرنامج طبعا أنت أعتذر منك لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم ورحمة الله